طبعاً أنت عارف أبونا أنه المسيح كان دايماً يهاجم الرياء الديني أو مظاهر التدين الخارجي يعني اللي بيذهلني وطبعاً شيء غريب بالنسبالنا أنه مش بس حاولوا طلبوا منهم أنه يغيروا دينهم أو يستسلموا لكن بكل جرأة كان يرنموا من أجل المسيح ويفتخروا باسم المسيح ومع كل هذا كمان مش بس كان في قتل كان في سرقة في سرقة باسم الدين سرقوا الدهب وصرقوا الموبايلات طبعاً وهذا اللي بيخلي الواحد يشمئز بصراحة من أحداث مثل هذا الحدث لكن العاوز أسأله أبونا أنه لحظت أنه ردة الفعل للأغلبية المسيحية هو التسامح يعني سواء في المقال اللي حطناه على الفيسبوك أو على السايت أو حتى اللي بيشاهدونه على التيفي وطبعاً على اليوتيوب عم نشوف يعني كتير مشاهد من مقاطع فيديو ولقاءات أنه أنه معظم الناس عم بتسامح وعم بتغفر وعم بتبارك ومش عم بتطلب الانتقام أو اللعنة على الآخرين فيعني إذا ممكن تحكي لنا ليه بيصير هيك وبنفس الوقت البعض الآخر أقلي صغير عشان أكون منصف بيقولوا حتى متى يعني هو الوضع حيضل هيك حتى متى يعني لازم نشوف حل هالموضوع طبعاً مبدأ التسامح إحنا مش هنغير الإنجيل بتاعنا حيتني الإنجيل بتاعنا أحب أعدائكم باركوا لعنيكم صلوا لأجل الذين يسوقون إليكم ويتهدونكم حيتني الإنجيل بتاعنا إن جاء عدوك فتعمه وإن عطش فسقه لأنك بهذا تجمع جمر نار على رأسك مبدأ التسامح لازم يكون ده مبدأنا وأنا واثق على قد ما إحنا نتمسك بأن إحنا نسامح ونحب الأعداء في هذا المحك على قد ما إحنا هنفرح أرواح الشهداء إلي استشهدهم